ارتفاع قليل على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ونشاط ملحوظ في سرعة الرياح الشرقية التي ستزيد من الشعور بالبرودة التفاصيل بعد قليل شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار اليوم سالة أجواء مستقرة بشكل عام درجة الحرارة تفعت قليلا مقارنة بالأيام القليلة الماضية لكن بدأت الرياح الشرقية بالهبوب التي ستزيد من الشعور بالبرودة تستمر هذه الأجواء طيلة نهاية الأسبوع الحالي بالتالي الأجواء نوعا ما لن تكون مناسبة للخروج في رحلات خاصة في المناطق الجبلية بسبب درجة الحرارة التي هي نوعا ما منخفضة ولكن السبب الرئيسي هو الرياح الشرقية النشطة التي ستزيد من الإحساس بالبرودة نتحدث حول درجة الحرارة باستعراضين لهذه الخرائط المتوقعة من يوم الجمعة الخرائط الحرارة المتوقعة من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع يوم الجمعة امتداد محدود لمنخفض البحر الأحمر سيعمل الارتفاع قليل على درجة الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية لكن تبقى الأجواء مائلة البرودة تحتاج لبس معطف أثناء الخروج لكن بالتزامن مع هذا الارتفاع قليل على درجة الحرارة يتوقع أن تهب على المملكة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية ستزيد من الإحساس بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل وبالتالي أجواء بشكل عام خلال عطلة نهاية الأسبوع ستكون مستقرة ارتفاع قليل على درجات الحرارة بالتزامن مع نشاط في سرعة الرياح التي ستزيد من الشعور بالبرودة نذهب الآن للعاصمة عمّان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء غالبا غائمة بغيوم عالية بدون فعالية تسع درجات مئوية فقط متوقع كحرار مقاسة المحسوسة ست درجات مئوية الرطوبة منخفضة والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة نبقى في العاصمة عمّان وتوقعات الجوية الثلاثة يوم القادمة يوم السبت 19 إلى 10 يوم الأحد 20 درجة مئوية كحرار عظمى من الصغرى 13 تنخفض يوم الاثنين مع 18 إلى 11 درجة مئوية مع أجواء غائمة بشكل عام توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم السبت نبدأ كالعادة من المنطقة الشمالية أجواء صافية ومستقرة المفرق 20 إلى 11 إربدوح 21 إلى 13 جراش 20 إلى 12 وعجلون 19 إلى 12 مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية التي ستزيد من الإحساس بالبرودة المنطقة الوسطى الزلقة 21 إلى 11 البلقات 19 إلى 12 عمّان 19 إلى 10 ومأدبة 21 إلى 12 والبحر الميت 25 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 21 إلى 13 الطفيلة 18 إلى 11 عشروبك 18 إلى 10 ومعان 23 إلى 12 والعقبة 27 إلى 22 درجة مئوية نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية الأزرق 21 إلى 11 الصفاء 21 إلى 9 ورويشد 21 إلى 10 درجة مئوية إلى ننتهي نشرتنا إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بسطامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة